اكثر من مئة يوم تمر على الازمة القطرية دون محل في الافق في حين كان من الممكن ان تحل من اليوم الاول لولا اصرار النظام القطري على التعنت والمكابرة والمماطلة وسعيها للتدويل الذي لا مراد منه الى الاستماتة في طلب التأييد واطالة امد الازمة وهذا ليس سوى ابتعاد عن الحل وليس الحل الا في الرياض عشرون عاما من السياسة الهدامة اتبعتها قطر لا يمكن التغاضي عنها الا بتحقيق قائمة المطالب الثلاثة عشر هذه القائمة التي لم تعد مطلبا من الدول الداعية لمكافحة الارهاب بل هي ومضامينها باتت تشكل مطلبا قطريا شعبيا خوفا على مستقبل البلاد وخروج قطر من حاضنتها الطبيعية التحرك القطري لتوحيد الصفوف بدأ من لندن في مؤتمر قطر في منظور الامن والاستقرار الدولي الذي اكد المشاركون فيه مساندة النظام القطري للجماعات المتطرفة وعن العلاقة القطرية الايرانية التي اعتبرها المؤتمر مصدرا رئيسا لعدم الاستقرار قطر تسير نحو نفق مظلم هذا هو عنوان المرحلة الذي استشعره العقلاء والحكماء وهذا العنوان يفسر دعوة الشيخ عبدالله بن علي الثاني المعروف لدى الشعب القطري بالحكمة ودعا ببيانه الوجهاء والاعيان الى اجتماع لبحث كل ما يخص الازمة تحرك العقلاء بدأ يرسم مسارا جديدا لاحتواء الازمة كخطوة تصحية لانقاذ الدولة والشعب من خطورة مغامرات النظام الحالي فبعد خطاب حكيم الثاني توالت رسائل التأييد والتضامن وجاء بيان الشيخ سلطان بن سحيم الثاني وانضم لبيان الشيخ عبدالله بن علي ليضيق الخناق اكثر على الحكومة القطرية وعبر الشيخ سلطان عن دعمه للدعوة الى اجتماع حل الازمة القطرية وحث القطريين على التوحد ضد الارهاب وبما وصفه بتطهير الارض وان دورنا اليوم التضامن لتطهير ارضنا منهم اذا فان تحرق العقلاء لا يمكن اعتباره سوى موقف حازم لوقف تأثير تخبطات النظام القطري سلبا على مستقبل قطر وشعبها ومكتسباتها دعوات تسودها الحكمة وتشوبها الحسرة والالم في آن واحد حسرة على ضياع سمعة ما حققه الاولون وحكمة لاسترجاع ما ضيعه الاخرون اشتركوا في القناة